في الرحب حضرتكم من جديد سيد رئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي امبارح من المستشار النمسوي كارل نيهامر وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وصبل تعززها بما يخدم المصالح المستركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات كمان تطرق الاتصال الى الاوضاع الاقليمية واستعرض الجهود المصرية المكففة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وانفاذ المساعدات الانسانية امبارح كمان تم الافراج بالعفو عن 3438 من نزلاء مراكز الاصلاح بمناسبة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كمان شاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بعيد الفطر من خلال توزيع الورود والهدايا بالشوارع والميادين المختلفة على مستوى الجمهورية اخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من المستشار النمساوي كارل نيهامر وحرس المستشار النمساوي في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وهو مثمنه الرئيس مؤكداً عمق العلاقات وامتداد الصداقة بين مصر والنمسا ايضاً تناول اتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات في اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي ايضاً تطرق الاتصال الى الاوضاع الاقليمية وتم استعراض الجهود المصرية المكثفة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وانفاذ المساعدات الانسانية واكد الرئيس السيسي اهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصعيد العسكري في القطاع وحماية اهالي غزة من الكارثة الانسانية اللي بيتعرضوا لها محذراً من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسع نطاقه بما يهدد امن واستقرار المنطقة امبارح وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الافراج بالعفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل اللي استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024 عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وانتهت اعمال اللجان الى انطباق القرار على 3438 نزيل ممن يستحقون الافراج عنهم بالعفو ودخل الاحتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز اصلاح وتأهيل العاشر من رمضان امبارح شركة وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال توزيع الورود والهدايا عليهم بالشوارع والميادين المختلفة على مستوى الجمهورية ودى انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة امبارح استعراضة مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الاهل التنموي الخدمات المقدمة على مدار شهر رمضان لأكثر من 800 ألف مواطن من الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والتجمعات السكانية في 23 محافظة بالإضافة لتوزيع 150 ألف كرتونة مواد غزائية وتنظيم مائدة إفطار رمضانية على مدار أيام الشهر الكريم بمنطقة الوراء بالجيزة امبارح أشادت منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي بمؤتمر القمة في لشبونة وأصدرت المنظمة خلال مؤتمر القمة العالمية للتهاب الكبد أول تقرير عن التهاب الكبد الفيروسي وأشادت بدور مصر في القضاء على فيروس سي وترأست مصر جلست مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال إلقاء التقرير في المؤتمر اللي عقد في لشبونة بالبرتغال في الفترة من 9 إلى 11 إبريل الجاري ولنظام التحالف العالمي للتهاب الكبد بدعم من وزارة الصحة في البرتغال وشارك في رعيته منظمة الصحة العالمية